طبعاً انتو فاكرين الى انا حخلّص عليكم بس انا مش هخلّص عليكم ما عين قدر اخلّص عليكم بس هسيبكو هنا عشان تتعلموا حابها يا واتي يا سحلم عادي اتقالتلي قبل كدا No way يا حيوان يا قزيو يا حلوف يا سلام حلوف يا حنزير والسعاب بيقولولي يا كركدان يا بـ حلوة دي ما تقلت ليش قبل كده معلش معلش بس انا قبل ما اسيبكو هنا لازم اقولكو على حاجة مش عايزين نعرفها تسيبنا وامشي لا لازم اقول مش عايزين نعرف لا حاولها طب قول الخير يا حبيبي يا هاني معلش الخير ممكن ينتصر في الافلام بس في المسلسلات الشر هو انا بينتصر يا رب بتموت يا شيخ دمك سيم اخبط دفضل لا اخبط ايدك اخبط اخبطك 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 مين طب اخبطك بالمسدس المسدس اجمل ماشي خلاصلي يعني لو هتجرعوه بالنار علميا الطلقة ممكن تختارك وطيب ساي سيف يبقى اعمل كده طيب خد منه المفاتيح اسمت اسمت خليهم ينزلوا السلاح نزلوا السلاح احنجل وينزلوا البنطلونات ونزلوا البنطلونات وينزلوا نزلوا طاعمش هاي تستظرف متوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معاكا مرة انا سفيد ابدو بي انا خليهم يجوا هنا تعالوا انا الزرع اسمعوا كلام بصرق خليهم هتعمل هاي دبدو بي من النهاردة انا ما اسميش هاني الدبدوب هما نشفك ايه اسمي هاني الدندوب الدندوب ايه انا عبد المامور ده بو الدهب ايه ده 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 الراجل كمير لا لا دبدوب ايه لا اسكتب بقى لازم تعرف ان الخير بينتصف في الافلام وفي المسلسلات وفي السادكم كمان اخد السلاح ده ثباته انا ايه ممسك متخافش اعطل مجلة ارفع عينك مجلة اسمك مكانك مونتحرك لاو هتحرك لاو هتحرك من مكانك انتو حتسيبونا لوحدنا وتحكنا عليك وتحكنا عليك وكيكي في ايديك وتحكنا عليك لاو هتحرك طب سيبونا فلوس التاكس معلاش فلاص مايبضيق ضحي ههههههة واي واي حettes DOayedتصفريني هولايا ايه منكم زاين ايه منكم زاين ايه منكم زاين ايه كسحتوني وهو في حد قال لك يا خالتي انك تيجي معانا ما احنا قلنا لك ما تجيش وانتي برضو اللي صمنتي تيجي ويا ريتك جيت لواحدك جيت ومعاك مصيبة ونعرف منين يا فلحة انه هو ناوي ازي انا بس عايز افهم ازاي انتو الاتنين جيتوا من الغردقة بص يا حبيبتي احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبيات وقفنا عربي افتكرونا خلايك قلنا لهم هلا ولا نبغى نروح الكاهرة رحوا جايبيننا عالكاهرة انا بقى مدت ايجي بصدري ودتهم خمسين جنيه بحلقة ما عجبهمش بمباكوا معاي ما سكتش رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة وخدي عندك بقى فنية وجاعد صباح ام ابيج فان ايجي بقى حاجة وحشة ولا حاجة حلوة لقى دي حاجة حلوة يعني ان انا معجبة بك جدا وقام انلوفوا طريقة كلامك طب ومالو يا حبيبتي مانالية معجبين كتير هو انت اول واحدة لا يا اختي انا مش قادرة انا جتتي بتوجعني ولازم اناه بقى لي للتين ما نمتش والخم ربيتها في معدتي وعملال انتفاق هتموتني ومي قبل مين تعايا حبيبتي لما ردعك ونيمك ولا ما جسرتي طيب يا اختي قومي سنجي علي اه 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 هو انا يا اختي اللي سند عليكي ولا انت اللي سند علي انت اللي سند علي عشان عصعصتك اه يا اختي صحيح اتكر اه شريهان احنا هنعمل ايه بقى مع ام الدهب ده انا خايفة قوي حاس ان هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويدربونا ويعزبونا وياخدوا مننا العدد لا 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 ما تلاقيش احنا اتفه من كده بكتير يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي بقولك ايه انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع صحابه يأمنوا لنا البيت ويأمنوا لنا المنطقة كلها اي حد غريب هيدخل الشرع هيسففو الطراب اهو انت ازاي واسكا قوي في هاني واصحابه كده ان هم جمدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب انت ما تعرفيش اصحاب هاني دي عيال خطر ويقربوا اي منطقة يخشوها ده كفايح مدفنو سيد فطيرة علي عجينة ايه كمية المعجنات اللي قلتيها دي اهم دول مجرمين ولا شغالين في الفورن يو يعني اللي مش نقصص تصرافك ده انا تعبانة وعايزة اخوها نام تبقى امسوري يا شريهاني ما تزعلش مني يلا بقى مش هنحلك كلامات المتقطعة مش قدها بكرة اول ما نصحها هنحلها شريهاني انت ازاي عايزة تنامي مش هتتجناني تعرفي فين الفلوس يلا الكلمات المتقطعة بتقول ان الحل في الصفحتين النقصين نيلي يا نيلي انت قدرتيني ودمتي رأيت في فلوس فين الفلوس فلوس ايه بقولك الكلمات المتقطعة بتقول ان الحل في الصفحتين النقصين يعني ايه الحل في الصفحتين النقصين طب شوفي كده ممكن يبقى فيه صفحتين مقطوعين جدوا مخبيهم في حتة وهم دول مفروض نلاقيهم مفيش ولا صفحة مقطوعة والارقام كمان كلها مظبوطة هي طب يعني ايه الصفحتين النقصين انا بحب جده قوي بس او ليه بيعمل فينا كده ما عرفش بقى غوي فرهضنا الراجل ده انا وبقيتش فهم حاجة خلاص امال مين اللي هيفهم طيب يا سلام امال العدد ده ليه ذكرات جميلة جدا 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 اصلي قدوكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده يشرب القهوة المانه بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة والسجار في ايده يولع السجار السجار ده لازم يكون كوبي السجار الكوبي طبعا معروف انه هو ملفوف على افخاد العزارة السمر الحيارة الشؤر البدا لا انت كده هتفق علينا المرارة انجز حاضر العدد ده بصراحة ديه ذكرات حلوة قوي قوي جميلة تحب عكالكم كيف هي ذكريات غريبة بقى يا عمي بندق ممكن تقولنا ايه موضوع على الصفحتين النقصين ها؟ صفحتين النقصين صفحتين ما تشوف كده الرقم هم؟ هم؟ صحة العدد ده تمامية وتلاتين صفحة عدد ميكي كلها الكالب بتبقى اتنين واربعين صفحة فعلا ده ماصر طب كده دول اربع صفحات مش اتنين ما هي وش وضا يعني الصفحتين باربع صفحات طب هنلاقي فين الصفحتين دول محلولة ننزل صور الاسباكية وندوع نسخة تانية للعدد هم ما انفعش تنزلوا صور الاسباكية ليه شالوا الصور؟ لا شالوا الاسباكية؟ لا اه اصلا اقول لكم ايه ما انا ما انا قاعد من الصفح بقول لكم العدد ده اصلوا ليه ذكرات جميلة قوي قوي ومهمة حبيتها احكيها لكم انت قلتوا لا ما تحكيش ماشي احكيها لنا لو هتفدنا انما تقولي البدارة والعزارة وتقرفنا بصراحة حضرتك مانش حاجة خلصي الشرحين اتفضل احكيه عم بندق العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتن سنة 1982 كان رقم ألف مانش منه غير نسختين اتنين بس نسخة كانت مع جدك والله يرحمه النسخة التانية بقى كانت في دار النشط اللي بتطلع سلسلة اتنين اوكي فين بقى دار النشط؟